موسيقى السلام عليكم يا شباب ونستمر في الدرس ونهارضة هنشتغل في الدرس يا شباب اليوم اللي هو الثاني عشر سلام عليكم يا شباب ويا شبات يا راغبي تعلم اللغة الألمانية النهارضة نستمر في درس الثاني عشر وهنعمل اليوم الثاني عشر اللي هو الدرس الثاني عشر وطبعا لازم كل مرة نشكر طبعا مستاذ خسطوف اوباكفيل اللي هو اللي سمح لنا هو ودار النشر ان احنا نعمل الدروس دي وطبعا المسجد منكم اللي عايز يعني يتعلم اللغة الألمانية عليها نيشري هذا الكتاب والرابط موجود أسفل الفيلم طب يا شباب ندخل بقى نشوف ايه الدرس الثاني عشر النهارضة هنتعلم في اليوم الثاني عشر هنتعلم المنزل وواجبات المنزل في هذا الدرس التعلم الآتي أن تقول الأشياء التي تحب عملها والأشياء التي لا تحب ايه عملها أن تعتذر وأن تتعرف أكثر على المنزل والأثاث والواجبات المنزلية طيب ندخل كالعادة على الدرس ونقرأ الكلام ونشرح الكلام ونشوف هنوصل فين في الدرس الثاني واحدة لو أنت يعني تسنع لك أن أنت تبص على المكتب تاها هتلاقي مزبلة كتب فوق كتب مو حاجات كده فبانيك بحط كل حاجة في مكانه عشان يبع عندي مساحة عشان كده يعني ترتيب فهمتم؟ يعني الواحد يرتب القوضة يرتب البيت يرتب أفكاره نقول ناخ بعد دير باتي باتي يعني حفل هو كلمة مستعارة من لغة الإنجليزية وتاني حفلة ماشي طيب نقرب الكلام كما اعتدنا هاوخد بس كده ألم آخر هاوخد بس كده ألم آخر هاوخد الألم أصفر دي باتي است صو أدي ومعنى دي باتي ومعنى افكاره يهدي خلاه دي باتي يعني الحفلة است تكون صو أدي مون تهي است صو أدي كلمك نقول الحفلة انتهت دي باتي است بي أديت كلا هما سيان. ممكن تقول دي بارتي إست سو اند أو تقول دي بارتي إست بي اندت. و دي مايستن أغلب مايستن يعني أغلب جاست يعني ضيوف يكونون ذك يعني بعيدة يعني خلاص أغلب ضيوف يعني مشوا نوع فقط إيفونا و تقول دي بارتي يمكن تقول دي بارتي إست من أول درسة واحد يكونون لا يكون هذا أغلبك إذا مرتبط Und die meisten Gäste sind weg. Nur Ivona und Pierre sind noch da. كمان مراماية. Die Party ist zu Ende. Und die meisten Gäste sind weg. Nur Ivona und Pierre sind noch da. طب عاملو إبعا Ivona و Pierre. Ivona ات كلمت و ألت اي. Die Party war toll. Toll يعني great, يعني عظيمة, fantastic, toll. Die Party, الحفلة كانت, war toll. Wir, nachنو hatten, كان عندنا, wirklich حقا viel, كثير Spaß. يعني متاح. Die Party war toll. Wir hatten wirklich viel Spaß. لو واحد يعني بيعمل نكهة كتيرة وبتسميه شباس فوجل. أو صفور بتاع مدعب. شباس فوجل. إذن بيهاتن ذاك اللي فيه شباس كان عندنا فعل متعة كثيرة. استمتعنا كثيرا. كمان كلمة toll. يعني فيه مرض بتسميه toll voot. toll. قولنا عظيم أو أو. voot يعني غضب. toll voot اللي هو صرع. يعني كلمة ما يجيله صرع وعايز يقضل كل شيء. ليه كده؟ لأن toll لا تعني فقط عظيم. ولا تعني يعني حاجة كده آآ يعني آآ يعني حاجة اكشن جامد جدا. يعني حاجة فيه 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 حركة جامدة جدا. عشان كده في اللغة ده رجاء بنقول das is toll ده شيء كان يعني ايه زي فضيع على سبيل المصري يقول لك ايه دي حفلة كانت فضيع ما عوله حفلة كانت فضيعع يعني شيء فضيعع يعني شيء مخيف. والكن طبعا باللغة ده رجاء يعني ان الحفلة كانت خطيرة يعني آه خطيرة ما عوله حفلة كانت خطيرة لا ما كانش فيها خطير ولكن باللغة ده رجاء بنواش شيء خطير وللغة ده رجاء بنقول Die party gaat toll الحفلة كانت عظيمة كانت خطيرة Wir hatten wirklich viel Spaß. Martina Und ihr wollt uns sicher jetzt beim Aufräumen helfen? Und ihr wollt Und ihr wollt Uns sicher jetzt beim Aufräumen helfen Und ihr wollt ihr eigentlich Leute spielen, ihr wollt ihr? Leute fragen, sie haben dich gesehen. Und ihr habt ihr euch natürlich Bei ihr愚�abile es. Ja, ihr wollt ihr euch und ihr habt ihr euch soehrt. Sie haben euch die es soehrt. Das ist der Klark Er ist der Klark. Dein Der Klark ist die Klark. Wir können uns also aufим Klaar schaffe. يعني الرؤية فيها جيدة. يعني بنقول الرؤية جيدة. يعني ما فيش ضباب ما فيش سحاب ما فيش ظلام. طيب. والمقصود هنا طبعا لما هي بتقول وانت طبعا عايز تساعدنا فبيقول لها طبعا بوضوح. طبعا شيء واضح يعني مش محتاجة سؤالي طبعا هساعدكم. شيء واضح. كلا. دس است يا نيشت في الاربات. طبعا. دس هذا است يكون يا قولنا يعني كلمة محشية وتعني ايضا او تعني اه صحيح او نعم. نيشت ليست في الكثير عبات. دس است يا نيشت في الاربات. ده طبعا مش عمل كبير يعني طبعا ممكن نعمل الكلام. الكلمة يعدي انت عايز يعني كلمنا فيها كتير. بس ناخد كم مثل. على سبيل المثال لما انت تقول هل ممكن انت تخرج لحد الساعة اتناشرة مثلا. تقول ايش بن يا كين كينت. انا انا يا لست طفلا. يعني طبعا انا مش عايز. او مثلا لما ممكن تسأل واحد انت هتفهم الكلام ده هتقوله ايش بن يعنيش دوم. انا مش غبي ولكن حط في نص انا. يا مش غبي. يا تعني نعم ولكن تبقى محشوة يعني زي الالماني بيقول لك اه اه يعني 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 او ها كده مش عارف ايه فدي كلمة محشوة. وتعني تأكيد الرسالة. انا مش غبي طبعا ام? او انا مش صغير طبعا او كزا ام? اوكي? فدس است يا نيشت فيل يا تأتي هنا لتأكيد المعنى. دس است يعني فيل هذا ليس كثير عباد. هذا ليس عمل كبير او كثير. ماذا زولن في المفروض نحنو دن اذا مخن? ودن دي تكلمنا فيه راخر قولنا دي راخر ايه محشوة. وممكن ندل برده كممثل. ماذا علي اذن ان اقول? او مثلا. ماذا علي اذن ان اقول? او مثلا. يعني ممكن تأتي بمعنى اذن. اوكي. انت لو تكلمت الماني كثير حتت تعود على هذه الحاجات. انا اذكر انا كنت في مصر في المدرسة الليمانية. كانوا الالمان وهما بيتكلموا الماني. يقول لك يعني 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 مثلا يقول لك الالماني. يعني 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 اه جوت اندر شولة. يعني كثرة ما المصريين بيقولوا يعني لقطوا كلمة يعني وحشوها في وسط كلامهم. كذلك انت لما لو اتكلمت الماني كثير هتلقت كلمة دن. وطلقت يادي. وتحشيها في نص الكلام. ونصيحة لك ان انت تتعول على هذا الاسلوف الكلام ان تدخل هذه الكلمات في اللغة العربية. يعني انت لو اتكلمت بالعربي وقلت لصديقك او صديقتك اا 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 ناكل ايه? تقول ناكل دن ايه? ناكل دن ايه? هتقول لك مثلا صحبتك او امرأتك او اختك او اي ان كان هتقول لك اا اا صحيح انا جعانة. تقول لك صحيح انا يا جعانة. فحاول تدخل الكلمات اللي بنحشيها في وسط الكلام دي حاول تدخلها في الكلام العربي هتلاقي ان انت اعتدت عليهم وتستعملهم اا يعني ايه ايه كلام الاستيقابوزت. زي الالماني. طيب. ندخل الجملة اللي بعديها. ما عطينا هتقول بيير. اوف دا كمودة موان سيما اشتين نخ زاوبر جليزة. كنست دو ديزة جليزة بيتة انس ريجال شتلن. ايه قمنا طويعي نفهم هادي سهلا دي. ما عطينا هتقول بيير. يعني هتقول لصحبها او صديقها او ضفها بيير يعني يا محمد. اوف دا كمودة. كمودة الكمودين اللي هو اللي اندولاب الصغير بيبع الحاق دا. اوف دا كمودة. ام وون سيما. حاضريني عشق باسبوء قهوة. عالكومودينو ام فيل فون سيما. انا بقول لك فيل يعني في ال. لان طبعا ام تعني ان ديم. يعني في ال. دا التعريف هو ان ديم. ام. انا مش عارس الاستيكا النهاردة مش عارس تشتري معي ليه. طيب. اوف دا كمودة. ام فون سيما عالكومودينو في حجرة السكن. اشتيهن. اه يقفون نخ لسه زاوب غنضاف. اه نظيفين يعني يعني ام? يعني اكواب. ام? كؤوس. فبتقول لك يا بيا في الكومودينو في حجرة المعيشة. اه تقف يعني واقفين بغض يعني بنقول توجد بس بالالمانية بنقول تقف. اه لسه اه اكواب نظيفة. ام? كانستو. هالجملة انس غيجال غيجال يعني في الظرفة. شتلن. توقفها. يعني تضحها. احنا قلنا هي شتيهن. تقف. شتلن توقف. او مقصود بيه وهنا تضحها. طيب. بالتالج مجملة وكلها على بعض عش ما احصلش لخبطها. يا حق بيا. اوف تا كومودة في الكومودينو انفو. نسمى في حجرة المعيشة. توجد او تقف لسه انضاف كؤوس زاوب غليزة. كانستو اتستطيع انت ديزي غليزة تلك الكؤوس بتا لو سمحت انس في ال غيجال في الظرفة شتلن. غيجال تعني اه يعني انت مثلا لو عندك مكتبة كده تضع فيها الكتب يبقى الظرفة دي بسميها غيجال. لو عندك دولاب دائما يعني دولاب المطبخ دائما بيه فيه ارفف. فده هادي يعني الرف يعني الرف. غيجال. طيب. بيا هيقول يا نعم مخ ايش. افعل انا. مقصود بيه انا هعمل الكلام ده طبعا. يا مخ ايش. اتعود احفظ الجملة دي لو سمحت. لا تبخي على نفسك بالخض. الخض بيعلمك اللغة. يا مخ ايش. وثق ان انت بتكلم لغات كثيرة. وثق ان الخض حيعلمك اللغة. لازم انا نقول احفظ دي احفظها. اقول لك اتعود على دن اتعود عليها اتعود عليهم. طيب يا نعم مخ ايش. ها? طيب. الالة معه. نعم افعل انا. مقصود بيه حاضر. طيب. ما عطينا هتقول ايه? انت. واتريكستو تحمل انت. بيت لو سمحت. داس الدركيج. القدر. جشر جشر يعني الصحون. هم? صحون ومعالق وسككين. يعني كل ما تبقى من الاكل بنسميه جشر. هم? ان دي في الكوشة. مطبخ. ويدي طبعا الاكوزة طيف عشان كده ان دي. هم? ان دي كوشة. ايفونا. شوف بقى الله. مارتينا متكلمش بياخ. هي خلصت الكلام مع بياخ. قالت يا بياخ ونبي شيل الكووس وضحف الرف. وبعد كده سألت السؤال. وفي الاخر بتقولك مارتينا. انا مش عارف الموضوع ده مش شغال ليه انهار ده. اوكي. ابا ابا ابا. يعني. انت ليست عائدة على بياخ. ولكن ايه? هي غالبا التفتت كده وقالت. وانت لو سمحت شيل الكلام ده يا احمد. بتقولك يا محمد والنبي الكووس خطاه في الرف. وانت شيل البلاو دي خطاه في الدولاب يا احمد. ها? فهمتم? فنفس الاسلوب بتستعمل معطينا هنا. معطينا هنا فوق. بدأت الكلام ببياخ. لو سمحت اعمل كده وكده وكده. والتفتت هنا لشخص اخر. وقالت. وتحمله انت. لو سمحت القدر جشر. اللي هو صحون وكلام ده. فهمتم? اذا سألت ابونا ان هي تضع ايه? الموعين والكلام ده في الايه? في المطبخ. بتستمر في الكلام بتقول. الله شتلة تانية. شتل جات اهي. وشتيهن. شتل وشتيهن. يعني قربين من بعض. شتين يعني يقف. شتل يعني اوقف. هم? وشرحناها فوق هنا. هنا تحت تقول شتل. تقول اضع او اوقف. مقصود باضع. هم? فعل امر. شتل. دي زخن الاشياء. زخن يعني اشياء. دوت هناك انفخ. مقصود بفقط. يعني انفخ يعني بسيط. او سهل. ولكن هنا تأتي في في سياق اه 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 ببساطة. تأتي ببساطة او فقط. ام? اوف دين تش على المائدة. وكذا زي ما احنا احنا وضعنا بعض الامثال لدن ويا. ام? اتعود بقى كلمة اينفخ. يعني واحد سألك. انت لبتشرب او? ام? تقول او اينفخ زو. ببساطة كده. ليلة. ام? او مثلا. ممكن تقول واحد. اه اه. قانستو مير دس بوخ جيبن. اتصطر ان تعطيني الكتاب. قانستو مير دس بوخ جيبن. كذلك ممكن تقول. قانستو مير اينفخ دس بوخ جيبن. ممكن يعني بس كده تديني الكتاب. فا اينفخ ممكن تيجي كمان بنوع من الصخرية. يعني واحد قاعد يتكلم صبح الليل او انا عمل ادردش كتير لان اشطة. وعمل احكي مين وشماله وبتاعه وبتاعه واحد فيك يعني ممكن انت بس يعني تقرأ. بل ما تقعد تشرح. فهي ممكن تأتي بمعنى لطيف. ممكن تأتي بمعنى ساخر. ام? فهي يعني مدلولها فقط. ام? فانت لو واحد تتكلم كتير وتقوله. كنستو اينفخ زاجن. ممكن انت فقط تقول ما هو الموضوع. طبعا بسخرية. اما هنا. لما هي تقول. اه. ساني واحدة نشيل الشخبطة دي. هي قالت. اون تريكس دو وتحملو انت الموعين القذرة في المطبخ يا ايفونة. اضع الاشياء. فقط هناك على المائدة. فلم تأتي بمعنى سخرية ولا تأتي بمعنى فقط يعني ما تزاوديش يعني حطيها عطلة بيزة متوقعوديش تغسلي فيها. فهمت? طيب. نستمر. اطلع فوق شوية كده عشان نفضل في الشاشة. ينس هيقول. وَس دَرْف اِح مَخن? وَس دَرْف اِح مَخن? دَرْف يعني. ام? 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 دَرْف تعني مسموح. يعني مثلا. وَس دَرْفْنْ وِيَرْ أَنْسِن؟ على سبيل المثال انت لو روخت زرت كنيسة على سبيل المثال في الفاتيكان. وانت ما تعرفش يعني العادات والتقاليد بتاعت هذا البلد الدينية. فممكن تسأل المرش بتاعك. وَس دَرْفْنْ وِيَرْ أَنْسِن؟ مسموح لنا نلبس ايه. ممكن من تقول. وَس مُسنْ وِيَرْ أَنْسِن؟ لازم نلبس ايه. فدَرْف يعني مسموح. ام? او مثلا ام ممكن لو انت واحد بتكلم. اتنين بتكلموا. وانت يعني مستعقل. فعايز تقول وَأَ نَحْمُلُ وَأَنْسِن؟ وهوَماذا دَفْ Agricاذ يُمَحْ لي يأتيم الإنتا لماذا يريف ج tamaكي ماذا يريف anymore اه اه سي اس داف. زي داف. ار داف. اس داف. نعم. ور دورفن. يدورفن. ار دورفن. بيتاق في الاخر. ون زي هم دورفن. فطبعا عشان كده هو فوق هنا سأل ايه? وس دارف ايش مخن? انا ممكن اعمل ايه? ممكن دي ترجمة معقولة. آآ فبتقول لك. هذا ممكن. دو انت دي لنفسك اوز زوخن. تختار. زوخن يعني ابحث. اوز زوخن ان تنتقل يعني ان تختار شيء من اثياء كشيرة يعني زي الانتقار ان تنتقل الشيء. ان تختار شيء من اشياء كثيرة. اوز زوخن. بس دي اوز زوخن. قلت لك انت حر دورة اللي انت عايزه واعمله. فبتقنط تاني يعني كده يعني على سبيل المثال ابشبولن اودا كيغن. هنا مش هنسي المثال هي قالت لحقتين واختار واحدة منها. داس دافت دي اوز زوخن. ابشبولن يعني انتخسل البا او او كيغن تكنس. عليك ان تختار عايز تخسل معين او او ابشبولن او كيغن او تكنس. حلو كلامنا. فانس هيرود هولا كيغن لكنس ماك احبو او استحب يعني ايش انا او اقسل الكنس. ده موضوع مش مش لما احبوهوش. ايش فولة ليبا. فبولة يعني انا اخسل. هو اخسل يعني واشن. تعني دائما ان انت لما تديب الماء من فوق لتحت وتخسل الشيء بين الماء التي يجري عليه. فام? شبولن. فا اه اه ام اب شبولن. حتى هي اب شبولن. يعني انت مسلا عندك اهو القهوة بتاعتي وفينا مسلا اه اه اول شوكولاتة بتاعيش. فا اب يعني اتفس اب نيمن يعني ان انت ايه اه لما يكون على الشيء وتنزلو اب شبولن. انا تخسل يعني تجيب المايكروب ششت اب شبولن. يعني ايه تزيل بالغسيل القذرات. اب شبولن يعني تزيل بالغسيل. اه امر صعب. فهي كلمة ايه شبولن و اب شبولن. فالاخ قال لك ايه كيغن. ينس قال لك كيغن معك ايش نيش ان محبش الكنس. ايش شبول ليبا اب. فهمتو? انا ايه ازيل القذرات بالغسل. اه انا افضل يعني ايه ليبا. احب الي ان انا اخسل معين. ايش شبول ليبا اب. فالكلمة دي طبعا انتم عارفين لو كلمة مكوانة من كلمتين يعني اوف اسن اب شبولن. اين مش عارف ايه انتد. اي يعني اي كلمة فيها اه اه او او اوف او 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 مت. هلو ما قرأ. كلمة. لما نستعمل الفعل ناخد دي في الاول ونحط دي في الاخر. يعني مثلا اب شبولن. مش شايفين هدي ايه. اب شبولن. ديولك ايش. شبول اب. او مثلا او كلمتين اهو. اوف اسن. يعني تخلص الاكل. تقول لك ايش? ها? اس اوف. فهمتو? ديت كلامنا في ها كتير جدا. مش محتاجة شرح كتير. بس اعايز هنا بس في صياط الكلام نعيد اوبصا. نعيد الله. اعذروني. الماوس عندي لسه خربانة. بس تعمل صابعي. ايه? ممكن موضوع ده. كنا عامل قلق في الكمبيوتر. طيب. فالك كيرن ماك ايش نيش انا حبش الكنز. ايش انا شبول ليبا. اب شرح معنا. انا شاتفنا. انا شرح لكم بس ايش انا شرح لكم بس انا واحد. انا شبولا. يعني غسالة مواعين. يعني ضروري. يعني ضروري. نحن نحتاج ضروري. مم? بضرورة. ضروري. اينا واحد. غسالة مواعين. يعني قلنا فوق. اعتقد اهو. لهي المواعين. يعني غسالة مواعين. اوكي? لا لا لا. انا هردى الموضوع دا مش نفع خالص. سنعطي كده. اوكي. ما عطينا. داس است كوت. هذا امر كويس. داس است كوت. كيرن است ان اردنو. الكنس ان اردنو. يعني ان اردنو. يعني معقول. كويس. يعني وقت سألك في جيتس دي. ممكن ترد تقول ان اردنو. كل شي على ما يرام. ان اردنو. فكيرن است ان اردنو. الكنس على ما يرام. كويس. اوكي. 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 اوك لا أستسيخ لا أحب أب يعني أنا محبش غسل الموعين عشان كده طالما الكنس بالنسبة لها معقول لبأسة به وهي ما بتحبش تغسل الموعين والأخ يانس بحب يغسل الموعين وما بحبش الكنس فقالت إيه؟ ده شيء كويس يعني أن تأتي بالشيء أتأتي أنت بـ دن شبتر أهي دن دي مش هشرح تاني لسه قلناه دن إذن لا دن دي ما شرح ناش نحن قلنا دن 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 تأتي بمعنى دن ولكن دائما زمنية يعني إذن بإشارة الزمن يعني مثلا اتفقنا هنصفر النهاردة مع بعض فمكتسل وان قمس دو؟ تقول لك يعني هتأتي إمتى تقول لك أنا هأتي الساعة سبعة إش قام أم زيبن فهتقول لك بس دن وإلى آنذاك ولا وزين انس دن أم زيبن هنشوف بعض دن الساعة سبعة هنشوف بعض إذن الساعة سبعة فدن تأتي بمعنى دن ولكن دائما بدلالة زمنية ومن ثم هذه الجملة طولت أنا معاكم في الدرس ده حذروني بس عايزكم ايه تفهموا اللغة مش بس تحفظوا كده من غير ما تفهموا فهي قالت استنى استنى ساعة تجيب معاك انت دن هشوف دن ها بمعنى دن ولكن بدلالة زمنية بعد كده يعني ها بعد كده عشان كده جات دن وما جاتش دن ايوونا و بيير ايوونا و بيير ايه تردتهم فهي بتقول ماتينة بتقول للاخ يانس اللي هو صاحبها او جوزا بتقول لك ده شيء كويس يعني ها كيرن اسن اردن ايوونا و بيير ايوونا و بيير طب انت عندك ضيوف ما بتقولش انت في قط النوم او قط السكن وتقولهم يلا مع السلامة وهم مع نفسهم باي خروجهم انت غالب في اغلب الاحوال بترافقهم للباب فهي بتقول ليانس خلاص يا يانس اخسل انت الموعين انا اصلا لا بأسة معي انك نص بس ما بحبش اخس معين وبعد كده ممكن انت يعني ترافق ايوونا و بيير سوتيو للباب بحي تقول تأخذ انت معك يعني تأخذ معك دين مل الزبالة معك او مت هي اصلا كلمة اسمها ايه مت مع نيمن هي كانوا واحدها مت نيمن فبتقول لك ايش او او بتقول ايش نيمن كذا 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 مت انا هياخد كذا كذا معايا احسن اما لما يكون فعلا امر بتقول لك نيمس دو مت اا نيمس دو ايه طبعا هي دو ما قالت هاش بس هي بتكلم كده على كده ينس يعني دو يعني مستترة نمس دو دين مل الزبالة ايه مت هاخد انتب الزبالة معك ليه عشان يحطها بره ايه في علبة الزبالة طبعا بعد الحفلة في كذا كي زبالة كده على الباب مثلا فتقول لو وصلوا للباب وخد الزبالة معك يلا يانس هيقول نايا ايه نايا دي نايا نايا دي بتعني طيب بس دايما طيب بنوع من الايه يعني مسلا انت لو قلتلي مروان اه خد معك يزبالة هولاك طيب بس لو قلتلي مروان خد معك يزبالة ها ها طيب ماشي بس بنوع من الايه يعني ان انت مش مستسيغ الشيء فبدول نايا اا يا بتعني نعم نا يعني يا كده يا يعني تقريبا يا مثلا نرجعتين حسأل قبل كده وقولتك لو سألت واحد انت اخبارك ايه ما بتقول لك ان اونو بس لو سألت واحد وقلت له اخبارك ايه دي وقلتك نايا يعني كده كده اوكي يا دوبك يا يعني مش يا قوي حبة يا هتسأل ليه حصل ايه فانا يا دي دايما فيها نوع من ايه? من عدم السرور. او عدم يعني مثلا خمسين في المية بس. فينس قال ايه? نايا بياه هيقول او ناين. او ناين. او ناين. ناين يعني لأ. او ناين اخ لأ. واحد قال لك ينهرحس لأ. ياسنة سوخ لأ. كده. او ناين. او او ناين. او ماتين هو تقول واس اس لوس. لوس يعني سايب. ياسم ما تقول لك ايه? ده هند اس لوس. الكلب سايب. واس اس لوس اللي سايب. مقصود بيه حصل ايه? مم? واس اس لوس. فا بياه هيقول انشوديجون. انا آسف. معروف رقم يعني يكونون يعني اتخربوا اتكسروا او مكسورين يعني مكسورين. طب نعيد الجزء ده بس عشان ايه? ينسأل نايا. لما هي قالت له اخد معك الزبالة? اه لا ماشي اوكي. طبعا مين عايز اخد مع الزبالة? بيحصل هنا كات. موضوع جديد. فبيا قال او ناين يا سنة سوخة او ناين ينحرحوس. فماتينا قالت. حصل ايه? بيا قال انا اسف. سواي فينجليزة كأسين من النبيذ مكسورين. داس هذا. توت ميا لايت. اخد بالك من توت دي. يعني اه اه انكلم فيها. توت تأتي من كلمة تون. تون يعني اه اه يفعل. زي مخن تقريبا. ولكن هذا يفعل لي كذا كذا كذا. داس هذا توت يفعل ميا لي لايت. يعني اسف. هذا يفعل لي اسف. المقصود بانا انا متأسف. داس توت ميا لايت. يعني انا انا اه اي فيل سوري فور ذات. داس توت ميا لايت. هذا امر يعني. يحزنني كده. فطبعا. ده النوع من التأسف. انا واحد بيتأسف. يقول لك داس توت ميا لايت. ولكن كمان واحد ما بيتأسفش. مثلا انت اه 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 لو العيل اه وقع على ركبته اه وعمالي عياد تقول له معالش داس توت ميا لايت. هذا امر يؤسفني. داس توت ميا لايت. داس توت ميا لايت. هذا هو اسلوب الكلام. فما عطينا هتقول ايه? مخت هذا يفعل لا شيء. ولاحظ. هي قالت ما قالتش بها كان ممكن قولت دستوت نيكس. يعني قالت دستوت نيكس. لا لا تصح. لا تصح لان هي ليس هذا الاسلوب اللي بتكلم به في اللغة الالمانية. في اللغة الالمانية تتأثر تقول دستوت ميلايت. تجيب تقول دست مخت نيكس. هذا يفعل لا شيء. والمقصود به ولا حاجة. ولا ولا دايق. ده شيء امر يعني مش مهم يعني. دست مخت نيكس. ام? اوكي. دي جليزة الكووس كانوا نيشت ليسوا غالين. الكووس ما كانش غالية. يعني حاجة شيء ممكن كاس من دول مثلا لو الماز او الله اعلم كازا ميت يورو. مثلا كاس نادر. ولا ممكن كاس بيورو ولا نص يورو. فابتقول دست مخت نيكس. دي جليزة الاكواب واغن كانوا نيشت تاير ما كانووش غالين. ايش ماخي جليش. دي شاربن واك دي شاربن. ايه شاربن? اللي هو شاربن. انت لما تكسر ازاز. او لو بتكسر او او طبق بيتكسر او ازاز بيتكسر او فخار بيتكسر. الكسر بتاع الفخار بنسميه شاربن. شاربن. يعني دايما شاعبن هي كلمة دي شاعبن دائما اشارة الى اه زجاج او فخار او مقصور. وكثيرا نجيتها في الشعر. يعني مثلا بتقول لك ايه? تشاب معنى سليبنز. يعني لوحات اتضمرت بقى وبقت كلها شابن كالزجاج او الفخار المتكسر على الارض. يعني الكنية دي كثيرا تجدها في الكلام الالماني. او كي? ومسلا كل واحد لازم يلم الشابن بتاعته. كل واحد لازم يلم ايه الفخار مقصول بتاعه. مقصول بكل واحد ايه? لازم بلاو اللي شافها دي يلمها ويزلها. اوكي? فدي شابن. انا افعله حالا دي شابن الكسر بتاع الفخار او زجاج. وطبعا الانجليزة الاكواب هتكون زجاجية فالكسر الزجاج يعني بعيدة. مقصود بي انا هلم الكسر. المقصود ده انا هلمه حالا. اوكي? بذلك اعتقد انتهينا من المحادثة دي. وكالعادة هاراها كمان مرة معكم. بس اشرب ببقء القهوة. مرة هعملها بالخط الاخضر. هكون انا بقرأ. ولما اعمل بخط الاحمر انتم تقروا معايا. بس الاول تسمعوا. وفي التكرار تكرروا معايا. حاولوا اه تعملوا الكلام ده عشان ايه? تتعلموا النطق الالمان الصحيح. واعذروني ان انا هقولها دلوقتي. اليوتيوب مليان بناس عبقرة. مما لا شك فيه. سوريين وعرب وعرائيين وتوانسة وجزائريين. بيدرسوا المانيا. انا مزهول كيف لهم ان يتعلموا اللغة بهذا الشكل. يعني نحو رهيب. اه 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 كم ذخيرة من المراض اطفات والكلام رهيب. ولكن في اغلب الاحيان بتجد النطق بتاعهم عربي اصيل. وليس نطق الماني. والنتيجة انت لما تعوز يعني انت لو واحد عربي لا يعني لا تجيد اللغة الالمانية. ثم تنقل عن واحد عنده لكنة عربية. انت هتبقى اضعف منه. يعني هو ضعيف في اللغة في النطق. وانت هتأخذ منه ضعيف تكون اضعف منه ضعيف. فحاولوا بخضر الامكان. ذاكر من كل جميع الافلام لا بأس. ولكن لو تدربت عن النطق. تدرب من واحد الماني. واعذرني انا هلها لك. يعني انا انا الماني كمان. اللغة اتكلمت الماني قبل ما اتكلم عربي. عشان كده. اعذرني ان انا اقول لك ان النوع يعود بالله من كلمة انا. ولكن اه فعلا انا بعرف ازاي انت الماني. واحب ان انت اعلمك ان انت تنطق الماني صح. اوكي? فهلو مجرد. تذكر. هقرأ مرة. اسمع. وفي تكرار تقرأ معايا. عزويني. اوفمم 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 nach der party die party ist zu ende und die meisten gäste sind weg nur ivona und pierre sind noch da اوفم عزويني منел these times Die Party ist zu Ende und die meisten Gäste sind weg. Nur Ivona und Pierre sind noch da. Ivona Die Party war toll. Wir hatten wirklich viel Spaß. Martina Und ihr wollt uns sicher jetzt beim Aufräumen helfen. Pierre Klar, das ist ja nicht viel Arbeit. Was sollen wir denn machen? Ivona Die Party war toll. Wir hatten wirklich viel Spaß. Martina Und ihr wollt uns sicher jetzt beim Aufräumen helfen. Pierre Klar, das ist ja nicht viel Arbeit. Was sollen wir denn machen? Mr. Mir Martina Pierre Auf der Kommode im Wohnzimmer stehen noch saubere Gläser. Kannst du diese Gläser bitte ins Regal stellen? Pierre Ja, mache ich. Martina Und trägst du bitte das dreieckige... Oh, Entschuldigung. Raltamindidi Und trägst du bitte das dreckige Geschirr in die Küche, Ivona? Stell die Sachen dort einfach auf den Tisch. Ja, das ist ja nicht viel Arbeit. Tja, 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 das ist ja nicht viel Arbeit. Martina Und trägst du bitte das dreckige Geschirr in die Küche, Ivona? Stell die Sachen dort einfach auf den Tisch. Jetzt mal auf. Jens Und was darf ich machen? Martina Das darfst du dir aussuchen. Abspülen oder kehren? Jens Kehren mag ich nicht. Ich spüle lieber ab. Wir brauchen dringend einen Geschirrspüler. Maja Jens Und was darf ich machen? Martina Das darfst du dir aussuchen. Abspülen oder kehren? Jens Kehren mag ich nicht. Ich spüle lieber ab. Wir brauchen dringend einen Geschirrspüler. Martina Das ist gut. Kehren ist in Ordnung. Aber ich spüle nicht gern ab. Bringst du dann später Ivona und Pierre zur Tür? Und nimmst du den Müll mit? Jens Na ja Martina Das ist gut. Kehren ist in Ordnung. Aber ich spüle nicht gern ab. Bringst du dann später Ivona und Pierre zur Tür? Und nimmst du... Und nimmst du... Ah nimmst... Ah nimmst du... Ah nimmst du... Ah nimmst du... Und nimmst den Müll mit? Jens Na ja Pierre Oh nein Martina Was ist los? Pierre Entschuldigung Zwei Weingläser sind kaputt Das tut mir leid Martina Das macht nix Die Gläser waren nicht teuer Ich mache gleich die Scherben weg Maia Pierre Oh nein Martina Was ist los? Pierre Entschuldigung Zwei Weingläser sind kaputt Das tut mir leid Martina Das macht nix Die Gläser waren nicht teuer Ich mache gleich die Scherben weg Bess يا جماعة كده خلصنا من الحوار Ajuzg出來 ان انا ساعات القلب لما بشد بي كده فوق الخط فبعناي بشوفش انا بقى ارى ايه فبلاخبط يعني مرة والمرتين اعزرني في دي طيب بعد كده يا جماعة بعد صفحة 86 في الكتاب بتيجي الحتة اللي هي ايه اللي حصل بقى اللي بعلق اخ الموضوع كده ايه? عايز الكيبورد. عزروني ثانية وعادة. مرحفين. كده يا جماعة الصفحة سقطت من نفسها اللي هو الادوب. مش مشكلة. انتم عارفين بعد كده بيجي بتيجي المراضفات في الكتاب. عليك ان تذاكر المراضفات. وبتيجي قطعة نحو. هنا بيكرر تاني اللي هو المضاف اللي هو الادعتيف والاكوزاتيف. عليك ان انت لو سمحت تنظر في الكلام ده عشان تجيده. وطبعا في الكتاب دائما في اخر درس في تمارين. عليك بالتمارين. وما تحاولش انت تعمل درس الثالث عشر من غير ما تكون خلاص تمارين الدرس الثاني عشر. الكلام ده يعني مش مش هيعود عليك بخير. عليك ان تتدرب. وكمان عليك ان انت تخرق بصوت عالي. اللي عايز يتعلم اللغة يقرأ بصوت عالي. النهاردة ان كنت بتعلم مش مش مهمة ايه لو كنت بذكر لغة جديدة. ماسك الكتاب وماش في الشارع ساعة ونص عمال اقرب بصوت عالي عشان اعود لساني على تلك اللغة الجديدة. عليك بنفس الكلام. خذ الكتاب. اقرأ الحوارات بصوت عالي. مش لازم حد يفهمك. حاول ان انت تتدرب وتعيد وتتكلم كتير. لان الكلام هو اللي بيعلم اللغة. وليست القراءة هي متعلم اللغة. ولا الافلام. ممكن تشوفين يا افلام لحد ما تدوخ من كفرة الافلام. لن تتعلم. ولن تجيل هذه اللغة. الا لو انت اعدت وحاولت هذا الكلام بنفسك. يلا السلام عليكم و الى درس جديد بإذن الله.